السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه الاخبار ده لايف سريع جدا مش هيتعدى يعني عشر دقيق او اكتر او قليلا كده بعض الدقائق فقط كده لتوضيح خبر موجود يعني بقاله كام يوم عن حاجة اسمها جدري الارود او المونكي باكس اللي فيكو تابع كده حاجة اسمها مونكي باكس او الاخبار اللي طالع عليها كان فيه من كام يوم والموضوع بقى كل يوم بيبتدي تعملوا عليه ابديت ان فيه تقريبا سبعين حالة سبعين حالة دول اكتشفوا ان هما عندهم حاجة شبه الجدري طبعا نتعرفين الجدري اللي هو كان موجود زمان بيجي بحمة وبيجي الناس يبعندها هرش وبعد كده يجي اللي هو حويصلات اللي هي بتاعة الجدري المشهورة دي اللي هو بقليل المية اللي بيبقى فيها جواها مدة وصديد وكده فالحالات دي فجأة لو في سبعين حالة ما بين انجلترا انا مش عارف انجلترا موبوقة للفترة دي وطبعا اه البلاد اللي حواليها بقى والبرتغيال واسبانيا ومن يومين كمان اكتشفوا حالة كمان موجودة في امريكا لواحد جاء من كندا فالموضوع كبر فانا قلت بما ان النهاردة الخميس يعني هيكلمكو في ايه والناس خارجة وصحرانة وبكرة وبتاع غير عن جدري الارود يعني بتايلة ده موضوع مناسب فآآ ناخد كده الموضوع بالتفصيل عشان بس الاشاعات واللغط الكتير اللي موجود على الفيسبوك وان فيه وباق جديد وان فيه مش عارف ايه وبتاع خلي ناخد الموضوع ببساطة كده وفي خمس دايق مش اكتر يعني الاول حاجة جدري الارود ده موجود دلوقتي اه دلوقتي هو فيه كم حالة يعني خبر صحيح اه صحيح هو اسمه جدري الارود اه بالزبط هو اسمه جدري الارود اوكي طيب ناخد كده اول حاجة اه شوية اسئلة كتب شوية اسئلة كده يعني لو انا مسلا ما عرفش اي حاجة عن اي حاجة وعايزين يعني نعرف الجدري الارود اول حاجة هو بيجي من الارود ده السؤال المنطقي الاولان يعني لأ جدري الارود ما بيجيش من الارود هو بيجي اكتر حاجة من الارودنس الكوارد وممكن انتقل من الحيوان وتسمى بس جدري الارود عشان هو اول مرة كان احصل له ايدنتفيكيشن يا تم التعرف على ان فيه نوع من الجدري اسمه جدري الارود كان فيه ارود موجودة في معمل تحت الفحص مش اكتر مكده فاتسمى جدري الارود لكن هو اصلا بيجي من الكوارد مين لي اكتر حاجة حاجات زي الفرين يعني طيب اه شكله عامل ازاي الاعراض زي ما اتكلمنا الاعراض وهي التلات حاجات المشهورين بتاعت الجدري حمى شديدة وحكة او الخارش الشديد والبقليل اللي هي احنا بنسميها باكس اللي هي البقليل دي اللي بقى فيها المدة والصديد طيب ده بينتقل ازاي هو زوناتك يعني بيجي من الحيوان للانسان ايما بيجي عن طريق العض يعني او عن طريق الحد جرحه حيوان طبعا مصاب لشخص سليل فده طريقة الاصابة والحاجة التانية الشخص بقى يقدر ينقله شخص تاني وخلاص اتنقل فهو البقى من انسان لانسان اه بس صعب جدا الانتقال من شخص لشخص صعب بيجي عن طريق اللعاب والرزاس كبير الحجم فمحتاج عدد كبير من الحمل الفيروسي عشان يعدي ومؤخرا فيه دراسة بس بيحاولوا يشوفوا اذا كان ممكن كمان تنتقل عن طريق الجنس ولا لا فدي لسه تحت الاتصال الجنسي دي لسه تحت الدراسة طيب هل ده اول حاجة هل هو مميت؟ الحالات كلها اللي جالها الجدري القرود دخلت المستشفى من اربع اسابيع عادة بتقعد ستة اسابيع وبتخرج خلاص بتخف وليها ادوية وعادة الجدري اشد نوع منه المورتاليتي او الوفاة بتاعته 10% ده ده شديد جدا لكن اللي موجود حاليا هو المونكي باكس اللي هو بتاع القرود جدري القرود ده اقل من واحد في الماء طيب هل ده السؤال التاني بقى هل ده ممكن ان هو يبقى وباء عالمي ويكتر ويبقى وينتشر وكده؟ لا لان هو في حد بيقول هيتعدي من شخص لشخص ده سامقة بالعض يعني لو انسان عضي انسان هيعديه لو انسان عضي انسان عاديين في زومبي لاند فالسؤال التاني بقى طيب المستشفى من 4 ل 6 اسابيع هلاجه بسيط الوفيات بتاعته اقل من واحد في الماء هل هينتشر يبقى وباء عالمي؟ لا صعب جدا يبقى وباء عالمي ليه؟ لان هو معدل انتشاره في حاجة اسمها معدل الانتشار او معامل الانتشار اللي هو الار نوت اقل من واحد فبالتالي هو انتشاره صعب قوي وبييجي كم حالة ويخلص طب هل المانكي باكس ده جديد؟ لا ده قديم جدا عشان برضو كل السوشال ميديا وانتكون في وباء جديد وفيروس جديد؟ لا ده قديم يعني من الخمسينات تم التعرف عليه واحتمال اصلا يكون موجود من قبل كده بس الناس ما كانتش بتعرف ان هو اسمه ان ده مش جودري وان ده مانكي باكس طيب ده الحاجة هل الحالة اللي ظهرت في امريكا؟ هل ده اول مرة يظهر في امريكا؟ عشان برضو الناس كانوا بتتكلم زهور مرض لأول مرة في امريكا لا الفين وثلاثة كان فيه تقريبا برضو عدد حالات قليلة أقلي من خمسين من ثلاثين او حاجة زي كده فالفين وثلاثة نتيجة برضو حيوانات جاية من افريقيا لامريكا وكانت مصابة واصابت كلاب والكلاب دي ناس تعدت منها وتعدت منها وجالهم وبرضو خافوا ما كانش فيه اي مشكلة فالموضوع ما هواش جديد طب هو موطنه الاصلي ايه؟ المانكي باكس موطنه العادي الاصلي افريقيا فكل دايما ما ندور على اول حد جاله الوباء غالبا هيبقى جاي من وسط افريقيا فبرضو السبعين حالة اللي موجودة حاليا اول كيس فيها كيس زيرو او كان بيقول واحتمال انه يكون جاي من نيجيريا راح انجلترا بعد كده ابتدى اا يعني ايه؟ يرفه بسيركليت طيب فده حصل قبل كده حصل قبل كده لما حصل قبل كده كان بيحصل ايه هم ميت حالة ولا حاجة وخلاصه بتخلص طبعا هو نوع من عنوع الجودري فيه مثلا الكامل باكس الكامل باكس ده الجودري بتاع الجمال ده ده خطير جدا فالباكس ده خفيف ده بيجي ويختفي سبعا طيب ده الحاجة الثالثة فيه سؤال تاني مثلا على الفاكسين هل ايه فاكسين؟ يعني هو اكبر دبيل ان هو حاجة مش جديدة يعني احنا في 2019 اعمل اول فاكسين للمانكي باكس فالموضوع قديم ده قبل كوفيد كمان وحتى الفاكسين بتاع الجودري العادي تمام ينفع لي المانكي باكس وسهل الفكرة انها ملاقش ندي تطعيم تاع الجودري انه مش موجود تاريه يعني من السبعينات لما ابتدى مبقاش فيه جودري مبقاش فيه حد ياخده تطعيم فمن حد ياخده تطعيم وهو اصلا فعال ضد كمان كلنا بقينا ايه معرضين ان ممكن يجي لنا فلذلك ابتدى يظهر ان كل كم سنة كده يظهر اربعين خمسين حالة واختفي ولا بيموت نادرا لما حد بيموت بيخفش في خلال شهر الشهر واسبوعين انتشار قليل جدا وبيختفي زي ما ظهر عشان معامل انتشار قليل فاي حاجة هتسمعوها السوشال ميديا الموضوع بسيط جدا طيب خلينا نشوف سؤال ازاي تعدي منه خلاص تمام من الشخص لشخص قلنا طبعا عن طريق ايه تمام هل ممكن ده يسبب اوت بريك قلنا اه قريدي كان ده حصل قبل كده اه موضوع مش 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 يعني مستبعد يعني هم كلون بيكون دايما خمسين حالة وما هواش فيروس جديد اه زي ما قلتلكم في السبعينات احنا بس ما بناش بندي الفاكسين في الموضوع بقى اكتر انتشارا يعني طب هل احنا بقينا احسن في اكتشاف المونكي باكس عشان كده بيظهر؟ يس اه يعني احنا يعني خلي اقولكو طبعا من اول ما ابتدى يكتشف ان فيه نوع اسمه مونكي باكس في انكونغو ديمقراطية من الثمانينات وهي الكيس بتاعتها واحد لكل عشر تلاف يعني اه رقم قليل جدا يعني الفعالية بتاعت الشيكين باكس فاكسين او الفاكسين سوري سمول باكس من الشيكين باكس الفاكسين بتاع السمول باكس هل فعال او فعال برضو اه خمسة وتمين في المية تعريبا الفعالية بتاعته ضد المونكي باكس فده بينفع لده بس احنا بطلنا نديه خلاص لما في تلك لما في السبعينات ما بقاش فيه سمول باكس تعريبا ما بنقاش من نديه هل ممكن اه دلوقت ما بينتشرش بس بعد كده يبقى بينتشر اكتر؟ طب ده اه غالبا لا بس هو العلم دايما ما فيهوش ابسليوت ما فيهوش قاطعية باليقينة يعني ما قدرش اقولكو لا بس احنا مكناش متخيلين الايبولة هتا يعني ممكن تزيد في انتجارها وفجأة ابتدت تسبريد اواد تسبريد اسراء يعني نفس الكلام في اول كوفيد مكناش متخيلين ان اوميكرون ممكن اتطول اوميكرون وحكاش بس اغلب الزمن الكلام ده كله يعني بسيط تبدأ قصة كده المونكي باكس او جدري الورود عشان بس لو حد شافها ولا اسمحها او شافها سوشيال ميديا ما يتخضش تمام؟ وده موجودة زي ما بقولكو يعني من عشرات السنين في افريقيا ده مش خبر جديد خليها ناخد لو في اسئلة ريليتد للارود هرد عليها ريليتد للكورونا هرد عليها مش مشكلة ومعانا اول سؤال من نانسي بيتنال عن طريق القوارض ازاي؟ عن طريق ان يبقى مثلا سنجاب مثلا مصاب بمونكي باكس ويعود بنيادة او ان مثلا يسكراتش وهو يكون او ان هو يكون مصاب ميرو بتقول ما كان انتشاره لان جوزي جاي كمان شهر من جوزه الكاريبي والناس عندهم امراض غريبة يوصل بالسلامة وكل حاجة بس انت لايش له هو بعيد يعني الكيس لو حيض اللي ظهرته امريكا كان جاي من كناد غصب لم يرد قول ميوتاتشن حاليا مفيش اي حاجة تقول ان هيبقى فيه ان هو ميوتاتشن ولا مثلا ان فيه مشكلة بينه وبين الويف العبليل اللي حصلت برضه من المونكي باكس فاحنا قلنا يعني متفاعلين ان مفيش حاجة مختلفة عاية العظيمة هوا يعني الفرق بينه وبين الجدر العادي في نسبة الوافع السمال باكس كان مميت لكن ده لا ده بسيط يعني ما فيهوش وفيات او دو دي بتقول بما انه قديم هل يعلاج اهل يعلاج وفعال وبيخش المستشفى بس محتاج المستشفى رغض بطول هو ده الجدري القاتل لا مش هو ده الجدري القاتل الحمدلله يا ربناي الجدري مختلف عن الجدري يا جماعة ده حاجة وده حاجة طيب الشخص اللي جيله قبل كده الجدري لا الكلام ده ده مختلف ده حاجة وده حاجة افروكيا كله عن ده مناع على حسب التطامات وفت امتى العموما وقفت من السبعينيات تقريبا جي جي بتسأله علاجه ايه؟ علاجه في مستشفى علاج مستشفى يعني الاخبار بتاعته ايه؟ لسه ما فيش اي الدراسات شغالة بس عشان نعرف تكملة الاسئلة اللي في اللي فاتها هتلاقي فيه فقط للتاب الكابة دي الاسئلة بتاعته لسه زي ما هي بالظبط لسه ما تجاوبش عليه تمام اه بجي جي بتقوم ما فيش حد اللابس كمامة ودلوقتي ما بقاش فيه عالية على الكمامات وهي الفترة دي كده فترة البريك وحنا كنا نتكلمنا فيها في اللي في اللي فات فيبقى رأيي زي اللي في اللي فات يعني اه اسلام بيقولها ان ده نتاب الكورونا لن تصبح وباقي انا رأيي ان اه بالزبط اديها شهرين لو ما حصلش في الامور امور لان انت عندك ممكن اه كوريا الشمالية عندها مليون كيس لوحدها كده والصين الحمد لله يعني الموضوع هيتلم بسرعة بس احتمال يبقى فيه اه يعني تاني علوه في الاصابات في امريكا امريكا خلي بالك اتناشر في المية في الاصابات عن الاسبوع اللي فات جنوب افريكا عندها اه برضو عشرة في المية في الاصابات عن الاسبوع اللي فات فبالتالي الموضوع بيزيد عندك في بلدين يعني بيزيد فديها شهرين لو بعد شهرين كل حاجة نامت تاني ونظام سعر على المية غالبا هتطلع تقول يا جماعة خلاص نحن هنشيل الفلاج وده خلاص ما هواش بانديميك وده فقط مرض عادي اه ميرال بتقول البريك ده معناه نرجع موجة جديدة في موجة جديدة طبعا بس هي الفكرة ان حتى يعني التوقع بتاعني بحاجة خفيفة يعني لايف اللي فات شريحة بالتفصيل بتفاصيلها بكل حاجة ويك وان اضعفهم اصابات وغالبا شبه فيه وفيات عالية بازن الله وفيات بسيطة جدا يعني فبقى شوية ارتفاعها في الاصابات طيب انا مش عايز اخرج برا موضوع الارود فاحنا كده اتمنى باش تكون موضوع الارود وده حد عنده اي اسئلة تانية بعتوا على البيج هتلاقي كمية اخبار مش طبعية على السوشيال ميديا عن وباء القاتل والارود الناس بتاكل القرود فالكلام ده كله طبعا اي كلام لا يتم لا يمت قصلي للحقيقة بصلة والمونكي باكس معروف وقديم ويعني حاجة متعرف عليها من زمان انجوي خلاص بعد ما سمعته قصة القرود ممكن تروح هتكملوا يوم الخميس بتاعك عادي جدا وتخرجوا وتسهروا يعني وتطمنوا تماما يعني مفيش قرود هتيجي ناحية مصر بإذن الله يلا شوفكم على خير وشوفكم في اللايب اللي جاي باي باي